نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا ضمن سلسلة أين كنا وكيف أصبحنا يصلت الضوء من خلال إنفجرافات على جهود الارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي خلال ثمانية سنوات واستعرض التقرير ورؤية الدولية لتطول منظومة التعليم العالي في مصر لافتا إلى ما ذكرته وكالة فيتش بأن مصر تواصل تقديم بعض من أفضل جامعات في المنطقة مثل جامعات القاهرة وأسوان والمنصورة كما أظهر التقرير تقدم مصر 41 مركزا في مؤشر قدرة النظام التعليمي على تلبية الاحتياجات حيث جاءت في المركز 67 عام 2021 مقارنة بالمركز 108 عام 2019